جماعة غريبة ظهرت فجأة في صبر الإسلام وتحديدا في عصر الخلفاء الراشدين ربما كانوا من الروافض وهم من الاثنى عشرية أو ربما كانوا من الذين لهم دين آخر وادعوا الدخول إلى الإسلام لإفساده وربما كانت هذه فعلا عقيدتهم التي يؤمنون بها لن تصدق ماذا فعل أبناء هذه الجماعة الغريبة مع سيدنا علي بن أبي طالب وكيف كان رده عليهم إنهم جماعة من الروافض تدعى الصابئة وكان زعيمهم عبدالله بن سبا يقال إنه كان ينتمي لدين موسى عليه السلام وأعلن إسلامه شكليا للنيل من الإسلام وأقنع السابئة أن علي بن أبي طالب هو الله وذهبوا إلى علي وسجدوا أمامه بحسب بعض المصادر التاريخية فيما تؤكد مصادر أخرى أنهم انتظروا خارج المسجد النبوي بالمدينة لكنه حاججهم ونهاهم عن معتقدهم المشبوه كانت السابئة بحسب كتب التاريخ من الروافض وربما تمتد أصولهم إلى الصابئة المندئيين ولكن الأرجح أنهم من جماعة الاثنى عشرية التي كونها عبدالله بن سبا العبراني اليمني الذي قرر الدخول في الإسلام وإثارت الفتن والقلاقل والشك في جوانب الدولة والعقيدة الإسلامية وكان وراء الفتنة الكبرى التي أودت بالخليفة عثمان بن عفان لما أن كتب التاريخ تذكره أيضا في حادث رحيل علي بن أبي طالب المهم أن هذه الطائفة اعتبرت علي بن أبي طالب إلها وقرروا السجود له وقالوا أنت خلقتنا وترزقنا فعنفهم وقال ما أنا إلا بشر مثلكم ونهاهم عن هذا القول مرة أخرى وحين أعادوا القول مرة واثنتين هددهم بتخلص منهم بطريقة بشعة تروي المصادر التاريخية أن علي كان بالمسجد حين دخل عليه أحدهم وقال هناك مجموعة بالباب يقولون إنك الله فخرج إليهم ونهاهم عن ذلك القول وحين لم ينتهوا بعد تحذيره لهم مرة واثنتين خد أخدودا أي حفر حفرة وهددهم بملئها بالحطب والنار وإشعاله وإلقائه داخلها فكان ردهم عليه إن هذا يؤكد أنك أنت الله لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار فاضطر للإجهاز عليهم بطريقة صعبة برميهم في الحطب وقيل بتركهم يختنقون بدخان النار واختلفت في ذلك المصادر ومنها ابن الحجر العسقلاني والمقرزي وابن عساكر ولكنهم أجمعوا على تخلصه منهم وكانوا نحو سبعين رجلا كانت هذه الواقعة محل جدل في خلافة علي بن أبي طالب حتى أن بعض الصحابة اعترضوا على طريقة التخلص من هؤلاء السابئة وقال ابن عباس لو كنت أنا ما استخدمت النار لأنه عذاب الله وتبقى قصة الرجال السبعين والسابئة الذين أله الإمام علي وتخلص منهم من القصص التي تؤكد المكائد والمؤامرات التي حيكت ضد الإسلام وأرادت النيلة منها خاصة في عصور الخلفاء الراشدين وفي عصور الفتنة فهل نجح مخططهم في النهاية؟ ترجمة نانسي قنقر